انا جاي اصير الجدر النهاردة اقول لكم دي احلى كيكة رواني حرفيا انت ممكن تعملها في البيت عايز اقولك بقى النعومة اللي موجودة فيها لان المقادير متاعتها معمولة سبيشة اللي حضراتكم خلينا بقى نشوف ازاي هتطلع بالنعومة اللي حضرتك كده شايفاها واهم حاجة بقى السكر المزبوط بقى عشان فيها مربة فهتاكل قطعة واثنين هتدوب في الطعم خلينا نشوف المقادير بقى خمسة عدد بيت كباية من صميت البسبوسة كباية من الدقيق نص كباية من السكر نص كباية من زيت الدرة كباية من الزبادي نص باكو من البيكنج باودر وعندنا مربة ميرو الجميلة الطبيعي 100% خلينا ناخد اول حاجة خمسة عدد بيت ونبدأ نحطها في البولة وابدأ اللي انا بعد ما كسرت بيت نحط شوية فانيلا صغيرين نص كباية بس من السكر وبمضرب سلك يا باش هدوي نبدأ نخفق الكلام ده كل مع بعضه لقيت نفسك تعبتي مضرب سلك كهربائي بس لازم تاخد الكسافة اللي قدام حضرتك دي ننزل عليها بنص كباية من زيت الدرة خط رفايع كده ومع الخفق ومعد كده نقوم حطين عندنا الزبادي بيخليها طرية وجميلة جدا بصي عمرها ما تهبط منك شايف الخليط زي ما هو الكسافة نتعطب الزبط نخش بقى نحط كباية من الدقيق نفس الكباية كباية من صميت البسبوسة نص بيكو من البيكينج باودر ونقلب الكلام ده كله مع بعضه وناخد بقى نص الخليط ده بس نحطه هنا ونقلب بالشكل اللي حادث كده شايفاه عشان انا محتاج الهوى تبقى جوة الكيكة مظبوطة وبعد كده نقوم حطين عندنا نص الكمية التانية ونقلب بالراحة خالص وبعد كده الكسافة متاعة الخليط بصي بتوقع عمنا ازاي ما شاء الله زي الفل اجيب عندي صاج او صنية ونبدأ ندهن عندنا الصاج ده كواس جدا زبدة الصاج ده مقاسه 30 ف40 نبدأ نحط الكيكو اوزحها كواس جدا والفرن لازم يكون محق درجة حرار 170 مشغاله فوقه تحته مروحة ونشغل ونسيبه 25 دقيقة بعد 25 دقيقة فالرجع على الكيكو طالع عاملة ازاي شغل عالي اوي وتكون محضر عندك ايه باشا بقى نص كباية سكر وكباية مية ونص عصير لمونة ونسيبه ميغلو كواس جدا وبعد ما ابرده نبدأ نسيبه الكيكة متاعتنا بالشكل اللي حددت كده شايفاه اجيب بقى عند مربة ميرو عندهم مربة مش مش حكاية اجماعة المربة متاعتهم طبيعية 100% من احلى المربات اللي ممكن حرفيا تستخدميها لأولادك جربوها بجد احلى طعم مربة حرفيا انا دقته طبيعية المش مش فيها تلاقي قطع فانا خدت مربة المش مش دي وحطتها هرستها شوية صغارين وبعد كده يا باشي اخدتها على الكيكة متاعتنا وبدأ توزحها كده من فوق وسبت الكيكة تاهدة شوية طبعا وبعد كده بدأ نجيب عندنا سكينة ونقسمها بص اصلا السكينة ماشية تتحدث عن نفسها بالطول وبالعرض وبعد كده بقى نقوم جايبين ايه بقى شوية جوز هند كده حلوين من فوق عليها ومش بحط جوز هند على فكرة في المقادير بحطها من فوق بس بص بقى الجمال الكيك طالع اصلا عامل ازاي بص الهوى متاع الكيك نفسه والنعومة بتاعتها مش عايزة اقولك عاملة ازاي واخد طبقة المربة وجوز الهند هتجربيها بجد مش هتبطلك اعمليها واهم حاجة السكر بتاعها مصبوط 100%